الظفر بلقب طبيب يجر جزائريين إلى قاعات امتحان الباكالوريا من جديد ومن كل الأعمار يجر تحقيق حلم تخصص الطب عشرات الطلب الجامعيين إلى تجديد عهدهم مع امتحان شهادة الباكالوريا هذه السنة حيث طرق هؤلاء أبواب قاعات الامتحان واختلجت أنفسهم لهفة وخوفا وقلقا من جديد وهم يقدمون إجاباتهم على الأسئلة المقدمة إليهم وكأنهم يجتازون الشهادة لأول مرة البعض منهم حديث العهد بالحصول على شهادة الباكالوريا ولم يمضي عليهم سوى عام أو عامين ولكن الغريب هو الحنين والإصرار الذي لم تنل منه السنوات الطوال فبعد أكثر من عشرات سنوات من الحصول على الباكالوريا الأولى لا يزال الكثيرون متقوقعين حول حلمهم حيث استجمع هؤلاء جهودهم وعزمهم لعيش التجربة مجددا والضفر بلقب الطبيب هديل واحدة من هؤلاء تقدمت لإجتياز شهادة الباكالوريا لثاني مرة على التوالي بعد فوزها العام الفارت بمعدل لم يرضها ولم يسمح لها بالتسجيل في كلية الطب مثل ما حلمت بذلك لسنوات طويلة وهو ما جعلها تعيد الكرة ثانية وكلها أمل في النجاح تقول هديل القاطنة بولاية بومرداس بنبرة قليلة قلقة متوترة أتمنى من كل قلبي تحقيق حلمي في أن أكون طبيبة فأنا لا أستطيع الدراسة الجامعية في غير التخصص الذي أردته رغم أنه جيد رياضيات إعلام آلي بدوره فاتح يجتاز هذه الأيام امتحانات الباكالوريا رغم تفوقه العام الماضي بمعدل نجاح خمسة عشر من عشرين إلا أنه لم يمكنه من افتكاك تخصص الطب كما سعى لذلك حيث وجه نحو الصيدلة ورغم أنها غير بعيدة عن تخصصه إلا أنه أبى إلا أن يجرب حظه في هذه الدورة وكله إسرار على إحراز معدل أعلى أما نسرين من شرق العاصمة فتجربتها مختلفة تماما حيث تكرر التجربة في هذه الدورة للمرة الرابعة على التوالي بعد اقترابها الوشيك في كل عام من نيل المعدل المطلوب لدخول كلية الطب وهو ما عزز من إسرارها على المواصلة إلى غاية تحقيق مرادها شاب آخر في الربعين من عمره بدأ أكبر سنا من نظرائه في قاعات الانتحان وهو ما لفت إليه الانتباه والفضل من قبل زملائه في قاعات الانتحان وبعد أن سئل عن الأسباب تبين أنه حاصل على شهادة ليسانس في غير التخصص الذي ارتداه لنفسه ما جعله يجرب حظه مع الطيب بعد سنوات من النضج والخبرة العلمية والمهنية وانتقد مختصون اجتماعيون ونفسيون وحتى بعض المدربين في التنمية البشرية نموذج التفكير السائد لدى تلامذاتنا وأوليائهم ممن يعتقدون أن الطب هو التخصص الأمثل في الذي يجب أن يلجأ إليه جميع المتفوقين ويدفعون أبناءهم نحوه وأوضح في هذا السياق كمال تواتي إمام ومصلح اجتماعي أنه ليس بالضرورة أن يكون أبناؤنا جميعا أطباء حتى نقول عن أنهم ناجحون في مسارهم التعليمي مؤكدا أن الأمر يتعلق بميولات وقدرات متفاوتة من شخص لآخر وفق نفسية ممتح والتخصص وأهليته ويرى تواتي أن الحكم المطلق ضد تصرف هؤلاء يكون مجحفا بعيدا عن مراعات ظروف كل واحد منهم فقد يكون الأمر حلما مشروعا وقد يكون له دلالات عائلية أو نفسية ومهنية واجتماعية ولكن هذا لا يعني حسب المتحدث دوما أن يتحول تكرار الباكالوريا والتمسك بحلم الطب إلى هوس وعناد اجتماعي أو عائلي بما يشكل ضغطا على الأبناء في سوق النقاط وعالمات بحثا عن الصفة الرفعة ويستطرد المتخصص أن الإنسان عليه أن يعمل مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فكل ميسر لما خلق له موضحا أن الله قد يريد لعبده أمرا آخر لا يعلمه هو وفي الختام أفادت واتي بأن العلم لا ينحصر في الشهادات الجامعية والمقاعد الدراسية الجامعية ولا ينتهي بالحصول عليها بل هو مطلوب في كل مراحل العمر وفي كل مجالات الحياة وخارج أسوار الجامعات أيضا اشتركوا في القناة